بحمد الله تبارك وتعالى نحمل الأسماء الدينية نحمل حتى أسماء الأنبياء محمد محمد أغلو كذا نحمل أسماء الأنبياء ونصلي ونحج ونعتمر وليدينا مظاهر دينية كثيرة ما شاء الله لكن الضمير بالذات حين يتعارض مع النقود ومع المكسب البارد السريع هذا يأخذ إجازة تقريبا لا يعود منها لا يعود منها وطبعا لم نتعلم ولا يرد لنا أن نتعلم الدين بشكل صحيح بأن يقال لنا لا قيمة لصلاتك والله العظيم لا قيمة لحجك حج ماذا؟ عمرة ماذا؟ صلاة ماذا؟ قرآن ماذا تحفظه؟ وأنت متخرق الضمير كمقاول مثلا أو كمهندس مرتشن أو كمسؤول في الرقابة كمسؤول في الوزارة وزارة الإسكان والتعمير لقاء نقود أيًا كانت عشرات الآلاف أو مئات العلوف أو حتى عشرات الملايين الأمر يتعلق بحيوات الناس بحيوات البشر بالله العظيم لو مكث عمر نوح وأنت تعبد الله وتسجد وتركع كل يوم وتحج البيت كل سنة وتعتمره كل شهر أو كل أسبوع ما نفع كذلك حين تتورط عن عمد وقصد وفهم وتخرق ضمير في قتل عباد الله من أجل ماذا؟ من أجل نقود أفهم أن ملحدا أو كافرا لا يؤمن بالله ولقاء الله واليوم الآخر هذا لا يعني أن كل ملحد وكافرا ليس عنده ضمير بالعكس يوجد ملاحظة وكفار عندهم ضمير أكثر من بعض المتدينين من المسلمين واليهود والنصارى موجود لكن الإلحاد بحد ذاته لا يمكن أن يدعم الضمير لا نريد أن نجام إلا الملاحدة ولا غير الملاحدة الإلحاد بحد ذاته لا يمكن أن يدعم الأخلاق ولكن هو هذا ملحد أخلاقي لأنه نشأ في بيئة لسه فيها بقايا الأخلاق المؤسسة على الدين وعلى غير ذلك واضح؟ حتى نكون واضحين أفهم ذلك بالعكس أنا يصعب علي أن أفهم أن يكون ملحدا حقيقيا متسقا مع نفسه ثم فعلا يكون له ضمير حقيقي إلى آخر الشوت من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ ما في إله وما في لقاء إله وأنا غلبان وعقد حالي وفقير ومحتاج سأفعلها سأتغوي الأموال في نهاية المطاق سأعيش سعيدا مبسوطا بهذه الأموال أنا وزوجي وأولادي ثم بمجرد أن أموت أثناء أدخل في العدم هكذا يعتقد الملحد هذا متسق مع نفسه ملحد فاشل ملحد فاسد الضمير متسق مع نفسه بس مؤمن فاسد الضمير لا أفهمها لا أفهمها كيف مؤمن وفاسد الضمير ألا يؤمن بأنه سيرق الله تبارك وتعالى وقريبا وأقرب ربما مما تخيل أو حتى بعيدا بغض النظر كل ما هو آت قريب إنما توعدون لآت ولتنظر نفس ما قدمت لغد الله سمى يوم القيامة غد سمه غدا لأنه آت البعيد ما ليس بئات أما الذي يأتي فهو قريب وقريب جدا أقرب إليك من جفنك ومن حبل وريدك لا أفهم ذلك لكن هذا هو الدين دين المظاهر أيها الإخوة ودين المجتمع ودين التظاهر بالدين للأسف الشديد لماذا أقول هذا؟ ولماذا تعتريني هذه الحدة وهذه الغضب؟ طبعا من أجل عشرات الألوف الذين قضوا الله أعلم بأعدادهم الحقيقية ترجمة نانسي قنقر